قال مدير مستشفى المخى نصر عسكر أن أكثر من 50% من المرضى هم من سكان محافظة الحديدة وأضاف أن الطبيعة الإنسانية لمهنة الطب تمنع عدم استقبال هؤلاء أو غيرهم لكن إقبالهم الكثيف على المستشفى شكل ضغطا على الخدمات وقطاع الأدوية ويشرح عسكر الخطوات والإنجازات التي أحدثها في المستشفى بما فيها إدخال أجهزة جديدة وفتح أقسام لم تكن متواجدة من قبل وقد كان ذلك التوسع عاملا مساعدا في استيعاب ذلك القدر من المرتادين على المستشفى وطالبي خدماته الطبية ومن بين الأشياء الأكثر أهمية في ذلك هو توفير حاضنة أطفال لمن يعانون من مشكلة الولادة المبكرة والذي ساهم في إنقاذ حياة العشرات من الأطفال ممن ولدوا بفترة أقل من المعدل الطبيعي فقد منحت لهم تلك الأقفاص الزجاجية أعمارا جديدة ترجمة نانسي قنقر